ازايكم عاملين ايه يا ربكونا بخير النهاردة هنتكلم على اكتر الابراج اللي هما بيعينوا كتير من الحسد خلال شهر يناير لعام عشرين اتنين وعشرين بالفعل في ابراج هتكون بتعين كتير من تأثيرات وطاقات سلبية جدا جدا نتيجة ان هيكون عندنا تغيرات في عامل الحزوز بالنسبة لنا وكمان بالنسبة لي ان هيكون اضواء مصلطة علينا بشكل كتير قوي تغيرات حقيقة هيكون عندهم الابراج دي مش ممكن لكن مثلا اقولك ان انت هتبقى عندك تغيرات اللي هي هتخليك ان انت من حل لحل تاني خالص لا بس فكرة التغيرات انها هتكون ملموسة من الاخرين دي في حد ذاتها بتكون امر ماه سلبي جدا جدا بتبقى محطة انظار خلينا نحنا هقول لكم دلوقتي الاسباب والامور اللي احنا نقدر نعالج بها النقطة دي بس نبدأ باول ابراج برج الدلو برج الدلو انت عندك انك هتكون من اكتر ابراج اللي هما منظورين بشكل قوي قوي للا ان عندك تغير كتير هيكون واضح وملموس خاصة في الشأن المهني خاصة في الشأن الدراسي لازم اكون حذر جدا جدا من الطاقة والطريق التعاملي مع الاخرين لان هتلاقي طريق التعاملك مع بعض الاشخاص هتبقى فيها نوع من انواع الانفتاح اكتر فيها نوع من انواع ان انت قادر على ادراك المواقب في شكل كتير اقوى قادر على ان انت تبقى عندك استعاب اكتر تركيز اكتر زكاء اكتر كل ده هتلاقون ان هو قد ايه على فكرة انت لو ركستوا مع نفسكم هتلاقون اذا واضح كتير اوي اوي هتلاقون فيه اشخاص بصين لكم اوي حالة التغيير اللي انت هتبقوا مصابين بها من ايجابية هتبقى محطة انظار الاخرين بطريقة سلبية كتير كمان انت عندك كوكب اعترض موجود بالنسبة لك اول 14 يوم يعني نجاحات معنية ونجاحات دراسية ونجاحات مالية فيه كمان في الامور القانونية والورقية هيكون فيه كتير من الامور الجيدة كمان بالنسبة لك هيكون عندك اصدقاء داعمين وهيكون فيه علاقات صداقة كتير قوية خاصة بسبب تأثيرات كوكب المريخ الموجود في برج القوس وده بيؤثر على ان انت في ظل الاصدقاء والتعاملات مع الاخرين يكون فيه نوع من انواع الحجد اللي ممكن تقابله من احد الاصدقاء بسبب اصدقاء اخرين انت مترابط بهم اكتر او علاقة صداقة شخصي محتاجة نوعية حول العلاقة لعلاقة عطفية يعني حد معجب بيك يعني فبالنسبة لك الغيرة جاية لك من كل اتجاه من كل اتجاه بمعنى الكلمة فلازم اكون حذر جدا 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 في كل حاجة انا بقوم بها محتاج كتير ان انا احصل نفسي محتاج كتير ان انا اكون يعني ازود روحانياتي اي اقوي ايماني اكتر في ان انا اكون عندي صدادة قوية للامور الخاصة بالحسد والطاقة السلبية بقدر كبير اما بقى بالنسبة ليه البرج التاني هو برج الحوت برج الحوت يمكن تكون انت عندك حظوظ وفيرة خلال شهر يناير تأثيرات كوكب المشتري طبعا المتواجد عندك لكن فيه تأثيرات معكسة ومنزل الاعداء بالنسبة لك محوطك ليه كوكب اعتارد موجود فيه برج الدلو منزل الاثناشر بالنسبة لك وكمان هيبقى بعد كده بحركة تراجع في منزل الاثناشر بالنسبة لك وخاصة ان الشمس هتكون من يوم 19 موجودة في منزل الاعداء بالنسبة لك فلازم اكون واخد بالي كويس قوي من الاعداء لان اللي مش هيعرف ان هو هيئزيك باي خطوة من الخطوات هيبدأ ان هو هيئزيك بفعل او حاجة ليه علاقة بطاقة سلبية او حتى حسد تأثيرات العين فخلي بالك كتير يا برج الحوت لان فيه اشخاص انت قادر كتير على التغيير والتجديد والتطوير بس المشكلة كلها مش في كده المشكلة كلها ان انت تغيرك ده واضح جدا امامهم قد ايه التغير الايجابي اللي انت بتقوم به قاتل للاخرين فحاول على قد ما تقدر يا برج الحوت ان انت تبتعد عن الاشخاص اللي هما سوء الاشخاص اللي مش كويسين اقترب من الناس الجايدين فقط لان انت هتكون بتعانيك اكتر من طاقة عدائية وطاقة حسد وطاقة سحرة وطاقة سحرة خلي بالك كتير تيمكن انت لو لده البرج الاول في الامر ده فانت الاول مقرر يعني ممكن تبقى انت او هو يعني ايا كان منكم يعني فانت مش بتبقى المركز التاني لا ده انت الاول برضو خلي بالك بالفعل ان يكون والمنطقة العدائية بالنسبة لك العمل عندك اصدقاء في العمل اعداء اصدقاء في العمل حجد اصدقاء في العمل فيه اصارة مشاكل خلي بالك لان اصارة المشاكل بتجيب طاقة سلبية خلي بالك كتير من النقطة زي فانا قلت عليكم انتو الحذر اما بقى بالنسبة لاصحاب برج الجدي البرج الجدي انت بالنسبة لك الشمس موجود عندك اول 19 يوم فيما معناه ان الاضواء مصلطة عليك كتير طبعا احنا فيه شك ايجابي لكن هو النقطة اللي ليه علاقة بالشك السلبي هي اللي ليه علاقة بيه ان انت بتخليك انك تكون من اكتر الابراج المنظورة والمحسودة فانت يا برج الجدي الاضواء مصلطة عليك كتير اي حركة كده ولا كده بتلاقي ان انت كل حاجة بتكون امام الاخرين فانت محسود جدا نتيجة كمان تغير فيه الشأن المهني لان كمان تأثيرات المشتري الموجود في برج الحود ده منزلك التالت وبيقوي جدا جدا عندك تواصلك مع الاخرين وعلاقات وكمان الوصول لبعض من احلامك والتصرفات ايجابية مع الترف الاخر الشريك العاطفي فبالتالي انت عندك كتير من الاشخاص اللي شايفين في حالة تغيير امور مؤجلة ومستوقفة بدأت تتحرك بالنسبة لهم كانوا شمتانين يعني فيه الدنيا او الحال بيتغير بتقدر ان الحاجة ترجع تاني العجلة تدور فبتعاني من اشخاص هما انت عارفهم بالفعل هما قريبين منك جدا ناظرين ليك نظرة سلبية وانت شخص بيجي بالنظرة انت شخص بيجي بالنظرة فيه ناس بتتمنى فشلك النهاردة قبل بكرة فامر عاطفي فامر مهني ايا كان لازم تكون حذر كتير من الناس دي بعينها انت عارفهم روحانياتك دلع كتير عليهم اما بقى بالنسبة ليه البرج اللي بعد كده هو برج الميزان برج الميزان انت هيكون عندك فيه افراح متعددة خلال شهر يناير لها علاقة بيه امور مهنية عروض كتير قوية كمان فيه الشأن المالي او تحسن ليه علاقة بيه مظهر ايجابي او مظهر صحي فانت كان كتير ممكن يبقى شامتان فيك او انت عندك كنت نقطة سلبية بالنسبة له وكان عارف فكرة النوع من انواع الشامعة شوية فده كان موجود كتير يا برج الميزان الى ان الحال بدأ بالنسبة لك انه هو يبقى افضل يبقى احسن يبقى يعني في حالة تصحيح فده بيخلي ان كتير يبقى بصص لك بيه اللي هو انت ايه انت ايه عارف الجو ده فخلي بالك كتير يا برج الميزان لان فعلا انت منظور كتير بصص على طاقتك الايجابية كتير بصص على ان انت متجدد على انك انت متواصل كتير مع الامور اللي انت بتتمناها قادر على الحركة قادر على عندك طاقة وعندك نشاط هايل جدا جدا ودي تأثيرات كوكب المريخ الموجود في برج القوس لكن تأثيرات كمان عطارد الموجود في برج الدلو ده بيزود عندك نجاحات وبيقضي الاستقرار واخبار سارة عندك اخبار سارة ليه علاقة بوضع عاطفي او حاجة ليه علاقة بيه مولود بالنسبة لك الحاجات دي ليه علاقة بيه الحسد جدا انت عندك العديد من الاخبار السارة لان ده منزلك الخامس خاصة لما الشمس تروح من يوم 19 في برج الدلو بيزداد العين عليك والنظر عليك جدا جدا فلازم تبقى حذر في الشأن المهني عندك اعداء واشخاص عينهم عارف زي ما بيقولوا كده عينهم سقرة فخلي بالك كتير جدا من اشخاص في الشأن المهني متغذين منك عشان انت احسن منهم وكمان فيه في الامور العائلية او الاجتماعية حد بصص لك كتير اما بالنسبة لاصحاب برج العرب برج العرب انت بالنسبة لك في كتير من التحسنات خاصة ان تأثيرات كوكب المشتري موجود في برج الحود الى ان بالنسبة يعني اخبار سارة بالنسبة لك لان ده المنزل الخامس الى ان بالنسبة لك برضو في بعض الامور الشوية مش قلطة في حاجة نتيجة التأثيرات الموجودة في برج الصور سواء كوكب قرانوس ده برضو بيأثر عليك شوية تأثيرات زحل بيأثر شوية فخلال شهر شهر بالنسبة لك يناير انت عندك اتصالات كتيرة وعلاقات كتيرة ومن هنا بيزداد ان انت تبقى محسود من الناس دي علاقات كتيرة مش معناها دايما حاجة حلوة لا ممكن تبقى فيها معنى ليها سلبي خلي بالك لان المعنى السلبي ده موجودة عندك اللي هو ان فيه اشخاص هيكونوا بصن لك جدا حقدين عليك بشكل كتير وبشكل افواره قوي الحاجة اللي بعد كده اللي هي ليها علاقة بالطاقة المعاكسة يعني التأثيرات المتواجدة فيه او كوكب عطارد الموجود في برج الدلو ده بيأثر عليك كتير لان الوضع معاكس بالنسبة لك فبيأثر بي ان اشخاص هيحطوا لك عراقيل في حياتك واللي مش عارف يحط لك عراقيل هيبقى بيحسدك جدا جدا وممكن تتعرض لسحر الحاجة التانية لما الشمس تكون موجودة في برج الدلو وده برضو حاجة مش ايجابية بالنسبة لك ده وضع معاكس ليه علاقة بيه اشخاص متربسين ليك بعين سلبية جدا جدا يا برج العارف اما البرج الاخير هو برج الحمل برج الحمل انت عندك نفس الموضوع عشان عندك طاقة جيدة بسبب هلك المريخ الموجود في برج من عائلتك النارية برج القوس ده بيأثر كتير على الحزوز وان انت بقى عندك طاقة هتكون فيها نوع من انواع برضو الامور شوية يعني عندك طاقة ونشاط وحركة بيأثر كتير على ان يبقى فيه طاقة حسد على الطاقة والنشاط بالنسبة لك كمان فيه الامور الخاصة بيه الامور المالية او الامور اللي ليها علاقة بيه اوراق او مستندات او امور قانونية فيه اشخاص هيساعدوك كتير فيها في المقابل ان انت هيكون فيه اشخاص متضايقين ان انت ليه متساعد يعني ليه ده يساعدك وده يساعدك تأثيرات المشتري الموجود بالنسبة لك في المنزل الاثناشر هو اللي يعني ان انت عندك نجاحات قوية بس فيه ضغوط من احد الاشخاص او من بعض الاطراف اللي هيكونوا بيدو لك طاقة سلبية اللي بيحط لك عراكيل مش عارف يحط لك عراكيل فيبدأ ان هو يتربص ليك بعين يتربص ليك بطاقة سلبية طاقة الغل اللي بتكون جوه البناء ادمين انا بس عايزة اوضح لك دي طاقة غل موجود جوه بني ادم لك تعني طاقة سلبية لانه على طول بيصدر لك طاقة سلبية ودي حاجة ليه علاقة بعلم الطاقة شوي انا مش عايزة ادخلكم في حوارات في امور علمية اكتر بس دي بتبقى موجودة كتير بالزبط زي الحسد الحسد يطلق او النظرة تطلق يعني مش عايزة اقولها لكم بشكل اللي يخوف بس اعارف بالزبط كأن كده في حاجة تتسلط عليك تجيبك تتسلط عليك حاجة اللي هو ليه علاقة بالعالم الاخر من نظرة من نظرة فده شيء موجود كتير وانت هتكون معني به او بتعاني منه يا برج الحمل كتير فلازم تكون حريص جدا 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 ده كل الابراج اللي هيكون عندهم معاناة من الحسد بشكل كتير قوي هل فيه او معنى كده ان الابراج الاخرى مش بيعانوا بالحسد لا فيه معاناة على فكرة كل الناس بتعاني وبيتعاي يعني وبيعانوا اخرين يعني طبيعي جدا دي سنة الحياة بس الفكرة كلها ان الابراج دي يعني عندهم الكتلة الاكبر في الموضوع الباقي ممكن يكون الامر بنسبة لهم نسبي يعني يتعرضوا فترة وفترة لا فترة لكن دول لازم يخلي بالهم كويس اوي لان هم طول الشهر عندهم الامر ده اشكركم كتير وبتمنى كتير ان اكون في انتو واتمنى ان انتو تاخدوا والكم كويس اوي ما تنسوشوا لايك وشيلوا اشراك في قناة تفعيل الجرس سلام اشتركوا في القناة